واقع صحي جديد فرضته حالة الحرب في اليمن على المحافظات المحررة من بينها مدينة سيئون بحضر موت التي لعبت دورا صحيا محوريا خلال هذه المرحلة مستشفى سيئون الحكومي بلغت خدماته الطبية المقدمة في كل أقسامه خلال العام الماضي لأكثر من 248 ألف مستفيد من مختلف محافظات الجمهورية وهو رقم يفوق الإمكانيات المادية والبشرية للمستشفى مع توقف للوظائف الصحية الجديدة منذ تسع سنوات العدد والكامل هايل من المترددين ومن المرقدين ومن المطلوب لهم خدمة بعض الأحيان يحصل العجز لدينا عبء كبير في نقص في الطاقم الطبي بشكل عام لأن التوظيفات موقفة من عام 2011 لم يتم توظيف أي كادر طبي جديد في المستشفى فيتم تمت الاستعانة بعدد كبير من المتعاقدين يؤيد لدينا أكثر من 200 متعاقد في مستشفى سيئون يتم دفع رواتبهم من حساب المخصص المحلي حصل مستشفى سيئون العام على قرار رئاسي بترقيته إلى هيئة في أكتوبر من عام 2017 إلا أنه بعد أكثر من عام لا يزال القرار حبيس الأدراج ما شكل أعباء إضافية على الأداء الصحي لثاني أكبر مستشفيات محافظة حضرموت وفي ظل الموازنة التي لتفي بالاحتياج ظل المستشفى يقدم خدماته بالاعتماد على منح المنظمات المحلية والدولية فيه قرار رئاسي جمهوري بترفيع مستشفى سيئون إلى هيئة وهذا القرار مضى عليه أكثر من عام وللأسف الموازنة العامة لم يتم تغييرها أو رفضها بقرار الهيئة لدينا موازنة مستشفى عام لا تفي بكافة احتجاجات ومطلبات المستشفى على الرغم الخدمات التي يقدمها يعمل هذا الكادر الصحي بكل جهده لتقديم خدمات طبية للمترددين على المستشفى مع تزايد الشكوى من قلة الرواتب التعاقدية التي لا تتجاوز الخمسة والعشرين ألف ريال رغم الضغط والإقبال على الخدمات الصحية التي يقدمونها طيلة العام طبعا كل الموظفين هنا من مسؤول إلى أصغر موظف بصراحة قدر المستطاع على حسب الإتاحة لهم بحكم الدعم أنا أشوف أن خدماتهم تعتبر طيبة ممتازة ما يقصرون ولكنهم مساكين ينقصهم فيه أشياء كثيرة مراقبون صحيون يرون ضرورة الضغط على الجهة الحكومية لاستكمال إجراءات قرار ترفيع المستشفى ومرافقته بمحددات العمل كهيئة حتى يتمكن من مواجهة الإقبال المتزايد للحالات المرضية ويمنح امتيازات إضافية عبدالله مؤمن يمن شباب حضر موت اشتركوا في القناة